الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بدراسة أوضاع شركات قطاع الأعمال المتعثرة مع الاستعانة بشباب الأكاديمية الوطنية لدعم القدرات البشرية بها بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة لمدة 28 يوما حملاته دعم السيسي تعلن توحدها تحت مظلة الحملة الرسمية وحملة موسى مصطفى موسى تعكف على إعداد برنامج لمرشحها وزير الآثار يعلن عن كشف أثري ضخم بالمينيا يضم ثمانية مقابر فرعونية وأربعين تابوتا وألف تمثال موسى رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة النهائية للتدريب المشترك كليو باترا الفين وتمنتاشر موسى ووزارة الداخلية تعلن بدء قابل تلقي طلبات الراغبين في أداء حج القرعة من الغد وحتى الثامن من مارس موسى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل فل والورد والياسمين أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحال اليوم اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2018 من الميلاد بداية الأسبوع وبداية الأسبوع دايماً بتبقى مختلفة وبتبقى ثرية وبتبقى ناسمة وبعندنا كلام كتير والنهار ده عندنا كلام كتير وعندنا موضوعات كمان كتير بس قبل ما ادأ بسرعة كده عايز افراحكم ان ابو صلاح جاب جون عالمي من شوية ابو صلاح طبعاً ما عندنا نشغل ابو صلاح واحد هو محمد صلاح نجمينا العالمي المحترف في نادي ليفر بول ليفر بول كان بيلعب مع نادي وست هامل انجليزي ومحمد صلاح جاب الجون التاني وجون جون مزيكة الله عليه وتسلم رجليه ابو صلاح رمز النجاح الحقيقة وفخر المصر وفخر العرب وفخر اللي كل حاجة حلوة الحقيقة احنا بنفتخر بيها ومثال الاجتهاد بس فرصة ان انا كلمت عن ابو صلاح هو بالمناسبة في ناس كتير لك ابو صلاح بس ما هو ابو صلاح ابو صلاح ابو الصلح ربنا يصلح حالك صلاح يا وهو كده اه تساوى مع هاريكين هدف الدول الانجليزي وبقول الاتنين عندهم تلاتة وعشرين هدف وهم الاتنين كده في صدارة الهدفين لحد ما هاريكين بقى يلعب بكرة كده وربنا يسهل وما يسجلش ان ارضه هاريكين ده اللي بيزروا بجوان بسم الله بشاء الله يا بمناسبة الكلام عن ابو صلاح ابو صلاح يعني نموذج لناس اللي بتشتغل بس مبتكلمش نموذج للي بيحب بلده بجد مش بيغنلها وبيطنطن بيغناها طول الوقت بس محمد صلاح وغيره قليلين لازم اعترف بدا محمد صلاح وغيره قليلين اللي بيرفع اسم بلده وهو قفل بقه وهو ساكت وهو ما بينغيش وهو ما بيهريش وهو ما بيثرش الفتن ما بيعملش مشاكل ما بيعملش انشقاقات ما بيعملش تقسيمات يشتغل وبيكتهد في شغله و بيراعي ربنا و بيتقي ربنا في اللي بيعمله فربنا بيتديله فبالتالي هو شخصيا بيرتفع و بيرتقي وبلده كمان اسمها بيرتفع و بيرتقي كنت بسمع من شوية التعليق الانجليزي على المباراة مع كل كلمة محمد صلاح ذا ايجيبشن فرو اللي هو الفرعون المصري محمد صلاح ذا ايجيبشن ستار النجم المصري كلمة ايجيبشن موجودة في التعليق طول الوقت معناها ان في انجلترا و في الدور الانجليزي محمد صلاح اثبت وجود مصر و عظمتها و قوتها و اجبرهم على انهم يقولوا كلمة مصر مصر و المصري المصري كل ثلاث ثواني في الملعب ليه لتفوقي و اجتهاده عندنا احنا بقى هنا العكس للأسف الشديد و ما اكثرهم من الفتايين و من الهرايين هرايين يعني ايه يعني اللي بيهري بس حوري حضراتكم تعقيبات كده تويتات و الا في بوستات و الا كده و انا مش عارف الحقيقة هو الهدف منها ايه انا بجد مش عارف الهدف منها ايه رغم ان هي تبدو تبدو خدوا بالكم اده برضو عملة زي السم في العسل تبدو و كأنها وطنية و بتخفع البلد و بتاع و بتتكلم عن رأفة الهجان و المسلسل التاريخي المخابراتي العظيم اللي موجود في سلسلتنا الدرامية لكن الحقيقة السم موجود جواها كلام كاتبه الدكتور عمار علي حسن الكاتب والمؤرخ او اللي بيقول انه هو مؤرخ يعني و رد عليه كاتبة صحفية اسمها غادة الشريف او غادة الشريف لو انتو تسمعوا عنها يعني و ردد عليه كمان الاستاذ نبيل الحلفاوي الممثل بس الاستاذ نبيل الحلفاوي الموضوع امد نبيل حلفاوي قال اه المشهد ده موجود كاتب ايه عمار علي حسن كاتب انه في مشهد من مشاهد في المسلسل رقفة الهجان بتاع محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز طلب من زابط المخابرات اللي كان بيجنده اللي هو المصري اللي بيشتغل وبيوجهه بيوجه عمله يعني في اسرائيل ان هو يجند رقفة الهجان يعني او رقفة مش عافت شارل سامحون ان هو يجند صحفية اسرائيلية معارضة بتكتب يعني معارضة لسياسات حكومتها في اسرائيل فزابط المخابرات المصري قال له اوعى ده ده اللي مكتوب بضبط قال له اوعى اللي بتعرض دي دي بتحب بلدها فدي أول واحدة هتبلغ عندك روح للمنافقين وهم دول اللي شراهم سهل ومتاعه هو كتب كده عمره علي حسن نبيل حلفايو كتب تحت آه المشهد ده موجود في المسلسل بس ماهلش اكتر من كده الحقيقة غدا شريف بقى فوقه يلاق ايه قايت لك الكلام كله دلوقتي اللي هو علقب السيسي الكلام ده اللي هو علقب مش عارف آه موسى مصطفى موسى اللي هو علقب سورة 30 يونيو اللي هو علقب مبارك اللي هو علقب اي حاجة ده مشهد في مسلسل رقفة الهجان اللي اتعامل في التمانينيهات بين وعلى التسعيناهات قامت غدا شريف دي الكاتبة قالت لك انه الميليشيات السيسوية الميليشيات الالكترونية للسيسي خدتوش بالكو اللي هي فكرة ان انا عايز احك في اي حاجة وخلاص انا الهدف هو ان انا حك وخلاص فاكن حاجة ملهاش 30 علاقة باللي انا بقوله وقوم جاي بكلمة السيسي وجاي بكلمة الميليشيات الالكترونية هو مع كامل احترام بيعم وانا الحالة معرفش غدا شريف مين اللي قال لي كده السيسي عنده ميليشيات الالكترونية انا على فكرة مش في محل للدفاع عن السيسي السيسي له رب يا حميد رئيس الجمهورية ومرشح ولو حملة رئاسية وتتكلم عنه وكذا انا بتكلم هنا دلوقتي بالمنطق بالمنطق الخبري اللي هو شغلتي اللي انا من حقي ان انا اقول ده حد بيفتي فيها او لا ده حد بيكلم صح فيها بمنطق الخبر دي فتية مين قال فين المعلومة اين دليلك على ان السيسي عنده ميليشيات الالكترونية بيوجهها وبيحركها وبيخليها تمشي بشعف ايه وتعمل ايه وتاكل بشعف كذا مين اللي قال ثم الانكى من ذلك الانكى من ذلك ما جاء بعد ذلك وما جاء بعد ذلك حاولهلكو بعد الاذان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين طيب كنا بنقول ايه قبل الفاصل كنا بنقول الهري والافتاء والصاق التهم بدون سند او دليل ولا انا كنت بكلمكم عنه عن الكلام اللي اتنشرته غدا شريف الكاتبة الصحفية في الفيسبوك وكان تعقبا كمان على اللي قاله عمار علي حسن الكاتب انه انا مش مع فكرة دفاع عن حد او لجوم على حد بس انا وانا شايل على كتاب الحكاية دي لو حاركم متابعين من يناير 2011 انا شايل مسئولية التدقيق اللي هي قافة اللي هي عكسها قافة اللي هي الفوضى الفوضى اللي عندنا من 2011 في الفتي وفي التصريحات وفي الكتاب اللي ما بقوش كتاب او اللي معرفش ان هم جمس زي كتاب اي حد كتب كلمتين او يعرف صاحب جردان او يعرف صاحب محطة بقى مزيع ولا بقى كاتب فين المعلومات وفين التدقيق وفين اللي اتعلمناه في الاعلام ان الخبر لازم يبقى مرفق بصورة ولو ما فيش صورة يبقى فيه معلومة ولو يبقى فيه تسجيل صوتي ولو يبقى فيه وثيقة ده اللي اتعلمناه انا ينفع اطلع اقول حرككم في التلفزيون دلوقتي كذا 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 وروح بيتنا ما انا بشهر بناس وبخش في اعراض ناس وبشوه ناس ليه من امتى ده كان اعلام ولا دي كان صحافة ولا دي كان كتابة ولا ده كان سياسة ولا دي كان وطن والحقيقة بقى حاجات كتير من المجال دلوقتي تذكرها يعني نقولتها لكم على مدار التمان سنين اللي فاتوا انه احنا بقينا كل حاجة شبه الحاجة الاعلامي شبه الاعلامي والكاتب شبه الكاتب والسياسي شبه السياسي ما عندنا السياسين بجد وما عندناش اعلامين بجد وما عندناش كتاب بجد لان ما فيش معايير بجد بتاعكم الصنعة فكله بيفتي فقامت قدر شريف قايت لك الميليشيات الالكترونية للسيسي السيسوية وكمان اتلقت عليها مصطلح يعني الميليشيات الالكترونية السيسوية وانا عايز اعرف اللي هي فين اللي هي بتعمل ايه طب تجيب لي واحدة منها طب تجيب لي حد يقول لي ايوة انا انا عامل صفحات الالكترونية بدعم في السيسي او بعمل يعني فين الميليشيات الالكترونية وبعدين كلمة ميليشيا دي كلمة خطيرة لو كانت تعلم كلمة ميليشيا دي كلمة خطيرة ميليشيا يعني جماعة منظمة لها اهداف وخارجة عن القانون ولا يكونش ميليشيا دي تكونش حاجة حلوة انا مش عارفها يعني انا بنقول ميليشيات حزب الله ميليشيات حزب الله دي حلوة الناس اللي معاهم سلاح ميليشيات مش عارف ايه ميليشيات داعش يبقى دول حاجة حلوة ولا دي حاجة خارجة على القانون وجب محاربتها فرئيس الجمهورية هيعمل حاجة خارجة عن القانون وهيعمل نفسه مليشيا الالكترونية يعني هو محتاج ثم بقى دخلت في المنافقين وقامت شيطة الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى باكري وانا هنا مش هدافع أو هاجم على المصطفى باكري مليش علاقة مصطفى باكري له رب يحميه هو يقرأ التويتا أو يقرأ البوستايا دي على الفيسبوك ويرد عليه هيقاضيها لانها كان بقى مصطفى باكري كان بي مش عارف ايه بيعمل ايه مع مبارك وبعدين اتقلب عليها او كذا مش قضيتي الاستاذ مصطفى باكري يرد عليه لكن انا عايز اعرف ايه علاقت مصطفى باكري وايه علاقت السيسي وايه علاقت المليشيات بمشهد في مسلسة رقفة الهجان فانا نفسي بالنسبة للأستاذين نهاية الكلام عشان يعني لوحد زهق زهق بالكلام ده سنوات طويلة جدا ان بالنسبة للأغضاء غادة شريف اولا تقول لنا هي شغلانتها ايه يعني هي اصلا شغلانتها ايه كاتبة بس هي كده بس كان لنا بطول وقت بتكتب ايه الخلفية ايه البعد الثقافي ايه الحاجات الكتير ثم الدكتور عمار علي حسن الدكتور عمار علي حسن يقول لنا بس انه هي المعارضة بتبقى من اجل المعارضة لأة من اجل لأة يعني كلمة لأة بتبقى من اجل لأة ولا من اجل الاصلاح من اجل الاصلاح طيب مفيش مرة نقول فكرة مفيش مرة نقول مبادرة مفيش مرة نقول حل المشكلة ولا هو كله وحش 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 فساد 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 دكتورية دكتورية طيب يا ماشي ايه الحل ايه البديل ايه من يطلق عليه لقب مفكر او كاتب ده حد عنده رؤية حد عنده خروج من المشكلة بحله اطروحة ومبادرة لكن ما أسهل إننا نطلع في البرنامج هنا لمدة ساعتين أقول كله سبالة كله وحش كله أسود والناس حتسقف لي وتقولك برافو عليك بص بعرض إزاي لا يا سادة هذه ليست معارضة هذه مقارضة مقارضة يعني إيه يعني أنا بأرد بأرد في العظم بتاع بلدي بأعود أقرد فيه كده ونخور فيه الحد ما يقع زي السوس المعارضة اللي بجد اللي بتصلح مش اللي بتهدم اللي بتبني مش اللي بتوقع اللي بتنور مش بتضلم اللي بتحسن مش بتشوي هكذا تعلمتها ويمكن أنا تعلمت غلط والله تعالى أعلى وأعلم ماشي خلونا نبدأ النهاردة بنشاط الرئيس النهاردة الرئيس عفتاح سيسي التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة رئيس مجلس والوزراء والدكتور خالد بدوي الوزير الجديد الذي تولى وزارة قطاع الأعمال العام وبالصدفة يمكن ومن حسن التزامن يعني أن الدكتور خالد بدوي كان معايا ضيف الأسبوع اللي فات في أول حوار تلفزيوني له بعد توليه منصبه كوزير لقطاع الأعمال العام وأنا في اعتقادي الشخص المتواضع أن الحوار اللي دار بيني وبين الدكتور خالد بدوي الأسبوع اللي فات وكان مدته حوالي خمسين دقيقة هو تحديداً وتقريباً مضمون الأعدى النهاردة اللي أعدها الرئيس عبدالتح سيسي مع الوزير لأنه الحوار الأسبوع اللي فات كنا بنسأل الوزير عن حال شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمديونة والخسرانة والمنهارة واللي على وشك الإفلاس واللي على وشك الإغلاق وعملنا لها تصنيف وعملنا لها تبويب ثم أتكلم عن رؤيته في إصلاح المتعثر وفي تغيير إدارات بعض الإدارات السيئة وفي رؤية مختلفة لمنظومة قطاع الأعمال العام وحتى فاجئني ساعتها لما بسأله الوزير وقلت له هو ينفع موظفين عاديين يديروا شركات رأس ملها مليارات ويبقى عندهم أفكار وكذا وكذا قال لي لا ما ينفعش فقلت له فعلا قال لي فعلا وأوعدك أن ده حيتغير وحيجي محترفين وحيجي متخصصين وحيجي استشاريين لن يدير قطاع الأعمال العام بعد كده إلا الأكفاء الأكفاء كل كف هو اللي حيجي طلع موظف بقى طلع مش موظف مش قضيتي الكفاءة التي تحكم مش درجة السبعة ولا درجة السادسة ولا درجة تانية زي ما كان بيحصل زمان وأنا أعتقد النهاردة كمان أنه بعد الدفعة هائلة اللي ادها الرئيس عفتاح السيسي للوزير والرئيس الحكومة وقال لهم حلوا كل مشاكل المتعثرين اللي مشكلته في الإدارة غيروا الإدارة لمشكلته في الفلوس دعمهم في الفلوس المهم أن الشركات قطاع الأعمال غزل النسيج الحليج للكتان طلطل اللي مش عارف إيه الحديد والصلب كده ما ينفعش يبقوا منهارين وما ينفعش يبقى عمال بيشحتو وما ينفعش المصانع بتاع الشركات دي تبقى بتهوي لازم ينتجوا ولازم يشتغلوا ولازم كمان الشركات دي تقف على حلها وأنا أعتقد بعد هذه التعليمات هنسمع أخبار مفرحة الفترة اللي جاية طيب عارفين حضراتكم أنه الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنه النهاردة السبت 24 فبراير هو البداية الرسمية للحملات الدعائية لكل المرشحين وأن الحملة الدعائية دي هتستمر 28 يوم من النهاردة لحد منتصف شهر مارس تقريبا أو يعني النصف الأخير من شهر مارس قبل أيام من الانتخابات الرئاسية اللي هتبقى في شهر مارس ولو أنا معلوماتي صح الانتخابات هتجرع على 3 أيام أيام 26 و27 و28 مارس يعني قدامنا شهر و4 أيام على بداية الجد والانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام كويس؟ كويس أول مبارح اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لدى مصر الآن لدى مصر الآن مرشحان لحد أول مبارح كنا عمين نقول مرشحين محتملين دول مقدمين وراء أما وقد اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحهما أوراق ترشحهما فدلوقتي أصبح لدينا مرشحان رسميا المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى وكل منهما اختار لنفسه رمزا انتخابيا المرشح الرئاسي التقدم ان شاء الله أما السيد موسى مصطفى موسى فقد رمز الطيارة والطيارة رمزها انه مسافر تقرير أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارا بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية 2018 وهما عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى محمد وشهرته موسى مصطفى موسى كما وفقت الهيئة على الطلب المقدم من الممثل القانوني والوكيل عن المرشح عبد الفتاح السيسي بشأن اختياره رمز النجمة كما وفقت على الطلب المقدم من المرشح الثاني موسى مصطفى بشأن اختياره رمز الطائرة وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء الدعاية الانتخابية اليوم السبت لمرشح انتخابات الرئاسة لمدة 28 يوما وحضرت الهيئة على المرشحين خلال الدعاية تعرض الحرمة الحياة الخاصة لأي منهما أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو لتمييز بين المواطنين أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقضية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بها كما حضرت استخدام المباني والمشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ودور الجماعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة هذا التأييد لترشح السيد عبدالفتاح السيسي وإنما يشهد عليه قبل ذلك خلق حالة إيجابية شعبية لمشاركة حاشدة بمشيئة الله تعالى في الانتخابات المرتقبة تجابه دعاوى الإحباط واليأس والسلبية التي يريد البعض أن يروج لها في هذه الفترة الحارجة من عمر هذا الوطن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها أكد أن اللجان مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية تختص بمراقبة الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة على مستوى الجمهورية كما تراقب هذه اللجنة مدى التزام وسهل الأعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام السادس عشر والسبع عشر والثامن عشر من مارس المقبل وداخلها أيام السادس والعشرين والسبع والعشرين والثامن والعشرين من مارس المقبل وفي حال الأعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام التاسع عشر والعشرين والحدي والعشرين من إبريل المقبل وداخلها أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من إبريل المقبل ريم سمير الحياة اليوم انطلاقا من دورهم في بناء المجتمع المصري نظم مجلس أمناء التعليم المؤتمر الوطني الأول للتعليم لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وانتخابه لمدة رئاسية جديدة وذلك وفق ما رأوه يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر تأييد سيادة الرئيس المؤتمر ليه رؤية وليه أهداف وليه توصيات منا من ربنا أن يكون لقنات تاني إن شاء الله قدام سندوق الانتخابات الرئيس مهموم بالوطن ومعندوش متسع أنه هو يعمل دعاية لفسه وهو مش محتاج الدعاية لكن على أساس أنه هو انشغاله وتثمينه للوطن كان أهم من تثمينه لمصلحته الشخصية لأنه خلال الفترة اللي فاتت كلها لمثنا قلنا أنه هو مصلحة الوطن أهم عنده من أي حاجة لبينا الدعوة حباً وتأييداً لمصر في قيادة رشيدة تتمثى في فخمة السيد رئيس الجمهورية سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي فعلاً إحنا ما بنأيده بنقول نحنا بنحب مصر بنأكد حبنا لهذه البلد ليه؟ لأن إحنا ما بنختار المخلص الواعي الحريص على أمنها وأمنها واستقرها يبقى إحنا بنحب هذه البلد كل الإنجازات من يوم ما مسك هذا الرئيس قطوات واسعة وإنجازات ناجزة في البر والبحر والجو في السلم والحرب يعني هو انتشل مصر والمصريين من قاع اليأس إلى قمة الأمل الحاضرون أكدوا أن الهدف من المؤتمر هو إعلان وتأكيد حرص معلم مصر وأعضاء المنظومة التعليمية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن يكونوا نموزجاً للجميع إحنا جئنا النهاردة عشان مؤتمر في حب مصر وتأييد للرئيس السيسي إحنا معاك كان رئيس من أول الطريق لحد آخره ومستحملين كل الصعبات معاك لحد ما نوصل للدولة وتبقى زي الدول التانية وتبقى من أحسن الدول في العالم وأنا على فكرة واحد من مؤيدينه والناس اللي بتحبه جداً وربنا معاه وربنا ويفقه إن شاء الله وأنا برشحه مرة تانية بإذن الله المؤتمر شهد حضور عدد كبير من كافة القطاعات التعليمية في مشهد يعكس مدى حرصهم على المشاركة في بناء مستقبلهم والنهوض بالبلاد أحمد غنيم الحياة اليوم النهاردة مع بداية الحملة الدعائية الرسمية لترشيح المرشحين للرئيسة الجمهورية أعلنت كل الحملات وكل المجموعات التي كانت تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئيسية ثانية قامت النهاردة بالتجميع والتوحد تحت راية واحدة خدوا بالكوا تاريخ المجموعات والحملات دي هو البداية فيها ما كانتش حملة دعاية في البداية كانت حملة تطالب الرئيس بالترشح لأن الرئيس لفترة كانت قريبة لم يكن قد قرر الترشح بعد فكانت الحملات دي زي كلنا معاك من أجل مصر وعشان تبنيها وعشان تحميها وما إلى ذلك كانوا يمكن أكتر من حاجة واربعين مجموعة وحملة متفرقين كلهم كانت حملات مطالبة للرئيس بالترشح أما وقد ترشح الرئيس وأما وقد قدم أوراق ترشحي وأما قد قبلت الهائة الوطنية للانتخابات أوراق الترشح فأصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي مرشحا لفترة رئاسية جديدة فتغيرت الحملات ونهجها وأصبحت من حملات مطالبة بالترشح إلى حملات داعمة لمرشح فارتأت أنها تستظل كلها تحت راية واحدة اسمها الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي معي على الهاتف النائب مجدي مرشد الأمين العام لإقتلاف دعم مصر مساء خير يا سيد النائب أهلا بسيار خير إزاي حركة مجدي بيه سيد النائب أولا هذا القرار بالتجمع والتوحد تحت راية واحدة كان قرار مين والآليات اللي هتجمع كل هذا العدد في خندق واحد هو الحقيقة دا قرار تلقائي بيستشعر به وبيتفذ كل وطني بيشعر بالمرحلة إحنا زي ما سبق وسماعت من حضرتك كنا في فترة مكان هناك مرشح محتمل هو فخامة الرئيس أبستح السيدي كان فيه حس لفخامة الرئيس أن يعرن عن ترشحه كان فيه اتجاهات كثيرة جدا جدا بتقول إحنا معاك وكلنا معاك ومن أجل مصر عايزيناك تترشح وفق مصر عايزيناك تترشح ولدعم لكن النهاردة أصبح هناك مرشح رسمي ومرشح حقيقي لرئاسة الجمهورية ثم الوقت دا وقت الدعوة للمواطن لانتخاب المرشح الذي نعقد عليه الأمال الجميع عن كل هذه الاتجاهات والحركات إذن أصبح الأمور في هذه المرحلة تستوجب أن يتفق الجميع أن يستظل الجميع براية واحدة مع رئيس واحد بندعمه جميعا أو مرشح واحد بندعمه جميعا هو في خامة الرئيس أبستح السيدي وبالتالي كان تلقائي عندما تم توجيه هذه الدعوة أن يستجيب الجميع فورا دون أي انتخاش ودون أي تركيش ممتاز هل اجتمعته كمان على آليات العمل والتحرق خلال الفترة القادمة؟ بالتأكيد الحركات كلها لها معيدين ولها أنصار في كل مكان وبالتالي لها معتمرات واحتفاليات وفاعليات في كل بقعة من بقعمس فوجب التنصيق بين كل هذه الحملات بأنه في حملة رسمية هي التي تتولى هذا التنصيق حتى لا يحدث تكرار أو حدوث أكثر من تأعيلية في مكان واحد وبالتالي بيبقى يهدار للجهد ويهدار للموارد البشرية والمالية وكله في نفس المنطقة ففي تنصيق من خلال الحملة رسمية بين كل الحواكات وكل الاتجاهات الداعمة لفخامة الرئيس شكرا جزيلا النائب مجد مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر في البرلمان طيب هنسيبي الانتخابات مؤقتة لأنه الفترة اللي جاية وتقريبا الشهر اللي جاي كله حيبقى لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات وصولا لحد يوم 2 إبريل اللي جاي إن شاء الله 2 إبريل هو اليوم الذي ستعلن فيه النتيجة هتقولولي يا تامر هو مش المفروض 2 إبريل ده يوم إعلان النتيجة من الهيئة الوطن الانتخابات لو مفيش إعادة لو في إعادة هيبقى واحد مايو بس أنا بقول لحضراتكم إن النتيجة هتعلن يوم 2 إبريل إن شاء الله وده معنى إن شاء الله مش هيبقى في إعادة وده مش معنى إن أنا بقرأ الفنجان لكن أنا بقرأ الواقع في فرق كبير ما بين اللي واقع والفنجان في فرق كبير ما بين المشهد السياسي وفي فرق ما بين علم الفلك بقى والناس اللي بتقرأ الكف وبمناسبة العلوم خلينا نروح للأثار والموضوع بتاع الأثار ده موضوع بشقين الشق الأول أن أنا سعيد بحجم الاكتشافات الأثرية اللي بيتم اكتشافها في مصر تقريبا كل أسبوع بسم الله ما شاء الله الله هو أكبر خمسة في عين الحسود واللي ما يصلى عنه بيروح في ده أثار بنكتشفها كل أسبوع ويارد بنكتشف كل أسبوع أثر أو تمثال أو خرطوش أو بردياية لا احنا بنكتشف كل أسبوع شيلة كومة يعني النهاردة وزير الأثار بيعلن عن اكتشاف أثري في محافظة المينيا في صعيد مصر في تمن مقابر فرعونية اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه ومن دعب دعواته لهم يبعثون وعلى كل من له نبي يصلي عليه تمن مقابر دفعة واحدة و ألف تمثال واربعين تابوت لو في دولة تانية اكتشفوا فيها خرز زرق تحت الأرض حيقيموا الأفرح أربعين ليلة ويحطوها في ماء يعملوا لها متحف كامل ويتسكر بألف يورو لو لقوا خرز زرق تحت الطراب وقال لك دي من أيام سكسونيا الأول من تلتمائة سنة فما بالك إحنا كل تلات يام ربنا بيكرمنا بألف تابوت على خمسمائة مقبرة على ربعمائة برد إياه على مش عارف إيه على إيه على إيه على إيه على إيه فده شيء رائع كرم من الله وفضل كرم من الله وفضل تمام طبوا بعدين طلعناهم نطلعهم نطلعهم ونطلعينهم ولا نطلعهم ونحترمهم ونحترم من يحترمهم ونحترم من يأتي ليحترمهم ونحترم من يدرس ليحترمهم ونحترم نفسنا يعني أنا الحقيقة مش عايز أبوز الفرحة بتاعت الاكتشافات بس مش عايز الاكتشافات دي ينبهى نفس المعاملة اللي بتتعامل بيها الاكتشافات القديمة وخصوصا لما تيجي تتنقل من متحف لمتحف او من حتة لحتة يخطي يخطي حاجة حاجة ما حصلتش شوية أثار تطلع على ربع نقل السوزوكي كاراتين وحبل كأنه كأنه نيفرتيتي بتطلقة ونقلها بيتها راجعة بيتابوها وحيات كتاب الله حاجة تشوفها في الشارع تقولهم يا جماعة دي أثار أما لو عافش المبادوي بتنقلكت حتقوله إزاي بقول لكم سوزوكي عنص نقل او ربع نقل بتحمل عليه أثار فوق بعضها وملايا خضرة كده مقطعة وحبل بيتشد عشان المطباط ويلا عم مبادوي تكرع الله انقل عافش سنت الوالدة يعني بلد بحجم مصر أثرية حتى النخاع وفيها مدرسة لترميم الأثار وفيها أكبر أثار العالم وأهم أثار العالم مش عارفها تحترم أثارها ومش عارفها تنقل أثارها فاكرين دا احنا كنا هنا أول ما نفتح موضوع كان إيه المطارية مطارية التمثال بتاع المطارية ولا الأثر بتاع المطارية دا لما كانوا بيسقوا بجردل وكلب كان بيتنقل العيال بتلعب بسكليتة فوق البتاع ومش عارف يقول لهم في إيه قول لك أصل لهم مطاقة سكنية وانت مش عارف تعمل كوردون كينة من شرايت وتقول لهم دا ما كان أثري يبعدوا عنه لحد ما خلص شغل للأثر بس مش عارف أجيب لكم الصور دلوقتي صور كانت مهينة وقت ما حدث المطارية دا أو كشف أثر المطارية فأنا نفسي يعني وزارة الأثار ما عندهاش عربية واحدة ملاش أقول لكم عربية مخصصة ومجهزة ومش عارف إيه بس عربية مقفولة زي بتاعة نقل العفش اللي هو بتاع الشركات الكبيرة عربية زي بتاعة نقل الأموال يعني زي كان نقل الأموال بنجيب لها عربية مقفولة ومصفحة وعليها حراسة فما بالكم بالأثار التي هي أغلى من الأموال تركب نص نقل تركب نص نقل ينفع الكلام دا أنا بقولي كلام دا من حرقتي على أثاري لأن أنا عارف العلم قد إيه بيتنشأ دول بيعملوا مفياط عشان يجوى هنا عشان يسرقوا أثر قد كده يروحوا يعملوا عليه مدان يروحوا يعملوا مدحف كبير يعملوا عليه مزار كل دا بيعملوه عشان ربع قطعة وأنا عندي الظهر الوفرة بتعلم الإهمال فأنا عندي قطع كتير إنقلي عم شوني عم أنا أتمنى من وزير الأثار زي ما هو بيعلن لنا هذه الاكتشافات الأثرية الرائعة يعلن لنا كمان عن خطة مصرية مش لنقل الأثر بس خطة مصرية لاحترام الآثار المصرية تقرير هي المنطقة دي اللي حضراتكم هتقدروا تزروه النهاردة هي أربع مقابر هما لقوا حوالي ثمن مقابر لقوا لقا أثرية كثيرة جدا للأسف هذه اللصوص وصلت في السنوات البعيدة القديمة قبل 2002 للمنطقة لأنهم لقوا بعض الحاجات علم الكبريت من السبعينيات والثمانيات لكن اللي لقنا النهاردة هتنزلوا تحت هتلاقوا التوابيت الخشبية بالأعين المطعمة في حالة فريدة هتلاقوا توابيت حجرية يمكن عدد التوابيت بيصل إلى أربعين تابوت تقريبا كلهم لكهنة وكبار موظفين كانوا بيخدموا المعبود الأساسي هنا المعبود جحوتي لقينا اللقاء الأثرية المذهبة اللي موجودة هنا أواني الفخار مجموعة المجاهرات في حالة رائعة ده تابوت من ضمن التوابيت الكثيرة اللي تلاقيت توابيت ولها من الحجر الجيلي وفيه توابيت خشبية متعامة موجودة تحت في المقبرة أربع أواني كنوبية تحتوي على الأحشاء من أجمل الأواني الكنوبية اللي لقناها عدد تماثيل الخدم أو الشبط يتخطى الألف تمثال النهاردة رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان بيشهد المرحلة النهائية للتدريب المشترك كليوباترا 2018 والحقيقة إن الواحد قدام هذا الجهد العظيم اللي بيبدل وعايزين تسموا بقى كلمة كلمة اللي أنا بقولهم دول نفاق مبلغة اللي سعايز يسمي حاجة يسميها اللي ما بيشوفش بالغربال يبقى عمى وعلى فكرة المشكلة دي مشكلة كبيرة موجودة اليومين دول وهي الاتهام بالمتح يعني ليه اتهام بالمتح يعني دلوقتي لو الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل حاجة كويسة أو الحكومة عملت حاجة كويسة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عملت حاجة كويسة لمجارد إنه نطلع حاجة كويسة بجد ولمجارد إنه نطلع كإعلامي أو كأم صحفي أو كموديا وأطلع أقول دي حاجة كويسة تتروق وتتشتم وتتهاجم وتتهان وتتهم بإن أنت مطبلاتي وعميل ومنافق وبتموس الجزم كل حاجة لمجارد إنه نطلع الحلو حلو اللي بتقول عمل حاجة كويسة حاجة كويسة بقى في حاجة اسمها الإرهاب الفكري وده أخطر من إرهاب السلاح إرهاب الفكري إنه أنا أرهبك أرهبك إنه أنت تقول كلمة الحق ودي برضو أنا مش هخاف ولا بكش دي برضو وليدة يناير 2011 لما كان بعد 25 يناير 2011 اللي يفتح بقه لمجرد إنه ينتقد الميدان مش يشوه الميدان ينتقد الميدان بيسألوه خدوا بالكوا أنتوا بتعملوا حق غلط كان يتقضع رئابته كان يتشوه فاكريني أنا ساعتها لما قلت لكم يا جماعة الميدان بيتسرق خدوا بالكوا الإخوان ركبوا القصة مش عارف إيه صفوة حجازي خارط الشاطر الرجل اللي جيه البستويسي ده قرداوي من قطر ومش عام إيه جمعة قندهار وبتاقي الحقونة بقت بطروح ساعتها قال لك فلول وقايمة سودة وعدو للثورة وخاين وعميل ويقعد ع كرسي الكهربائي وإرهاب فكري والحمد لله الحمد لله ما خفناش وقلنا ومع الأيام ربنا أثبت الحمد لله صدق كلامنا إن إحنا اللي قلنا الوقت الكلام المهم في الوقت الصعب وكذلك دلوقتي فيه إرهاب فكري اوعى تمدح تمدح تمام طبلاتي لا مش مطبلات قمة الشجاعة إن انت تقول للغلطان انت غلطان وقمة العدل إن انت تقول صح انت صح الجهد العظيم والمحترم اللي بيبذل من القوات المسلحة المصريين النهاردة ده كفاء العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 وكل هذا الجهد والتضحيات والتفاني اللي بيعملوا ولدنا هناك في سيناء وفي كل المحافظات المصرية للتطهين البلد من إرهاب وكمان الجيش مساكن مكمل في عمليات التنمية مكمل في المشروعات اللي الهاء الهندسية مكلفة بيها من قبل رئيس الجمهورية لإنجازها في المواعيد المحددة وكمان بيشتغلوا عن رفع مستويات التدريب والاستعداد المشترك من خلال العملية كليو باترا 2018 واللي كان بيشها الفعاليات النهاردة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية لجيش مصر شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة النهائية للتدريب المصري الفرنسي المشترك كليو باترا 2018 والذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأحمر وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة شارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية المصرية تمثلت في حاملة المروحيات طراز مسترال ووسائط الإبرار والفرقاطات والوحدات الخاصة البحرية وعناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والمنطقة الجنوبية العسكرية بجانب وحدات من البحرية الفرنسية من حاملات المروحيات والفرقاطات والقوات الخاصة البحرية الفرنسية اجتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة القتالية كرمايات المدفعية السطحية بالذخيرة الحية ومكافحة الغواصات والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتبادل وسائط الإبرار وتبادل الهليكوبتر من أسطح الحاملات وتنفيذ تشكيلات إبحار النهاري وتمارين مواصلات وحق الزيارة والتفتيش ومعركة تصادمية بين التشكيلات البحرية من خلال فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة وقد تضمنت المرحلة النهائية للتدريب تنفيذ عملية إبرار بحري متكامل لأول مرة على إحدى جزر البحر الأحمر وظهر من خلال التدريب مدى خبرة وكفاءة العناصر المشاركة من الجانبين في التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري المشترك مع بحريات الدول الصديقة وتحقيق السيطرة المستمرة على الوحدات البحرية المشتركة في التدريب واكتساب القادة والضباط وأطقم الوحدات البحرية للمهارة الفائقة في التنفيذ والتعامل مع التهديدات المختلفة وفي نهاية التدريب أشاد رئيس الأركان بعمق العلاقات المصرية الفرنسية وانعكاس ذلك على التعاون العسكري بين البلدين في كافة المجالات والتي كان من شأنها خصول القوات البحرية المصرية على العديد من الوحدات البحرية التي تقوم بتنفيذ الأنشطة القتالية لمكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة سيناء 2018 كما وجه الشكر لجميع العناصر لمشاركة من الجانبين على الأداء المتميز والاحترافية في التنفيذ لتدريبات نوعية تنفذ لأول مرة حضر المرحلة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وقائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي وعدد من قادة القوات المسلحة معي على الهاتف صديق العزيز وأستاذنا الكبير الدكتور سمير فرج المفكر والخبير العسكري والاستراتيجي ما شاء خير يا دكتور؟ ما شاء خير يا تامر لك ولكل السادة مشاهدين إزاي حضراتك إن شاء الله يكون بخير يا رب لك الحمد لله تمام دكتور سمير يعني إيه التدريب المشترك أو العملية المشتركة اللي هي بتحصل ما بين الحين والآخر سواء بيبقى التدريب بتكون بالقوات المسلحة بنفسها أو بتبقى مشتركة بتقوم بيها مع أفرع وتشكيلات وقوات مسلحة من دول شقيقة وصديقة تمام الأول نقول التدريب المشترك ده تامر بيبقى مع دولة صديقة تمام من نفس النوع ودايما المصر بتحاول تجيب تدريب مشترك مع دولة على نفس المستوى أو ممكن أكتر برضو كده نفاهم الناس بالبلدي فريق كورة راح يلعب بيروح يلعب مع فريق كويس عشان يتمره صح تمام إحنا بقى عندنا التدريب المشترك ده ما تقدرش تدخله غير والقوات الجاهزة ومتدربة على كل جميع أنواع القتال لأن ما عليش بالبلدي برضو هنتفضح لا صح فأنت مدخل كل قواتك بتقع الرماية ضربين رماية بتقع الإبرار متعلمين على الإبرار عشرة من عشرة بتقع الاستطلاع بتقع الرادارات بتقع السواريخ إذا انت قواتك على أعلى مستوى من التدريب بتخش تتدرب مع قوة تانية النهاردة كيلوباترة ده احنا بنعتبره كل سنة في البحرية هو أرقى أنواع التدريب المشترك ليه فرنسا دولة قوية فرنسا دولة عندها القوات البحرية بتاعتها على أعلى مستوى يعني كان زمان إنجلزرة لا الوقت فرنسا عادت الإنجليز وتقريبا بعض الأمريكان في العالم على طول فبالتالي انت ديبدأ بيحق لنا ميزة كبيرة جدا نهاردة لو شفنا احنا الأول مرة نعمل إبرار المشترك شفنا المستراء المستراء اللي احنا جئب هنا عشان تنزل وشفنا الناس والمستوريين وعرهابيات البرمائية نزلت والجفافات ونزلت على الجزر اللي هي بيتم عليها إبرار ما كناش نعمل إبرار الشلام دي قبل كده لأن ما كانتش عندنا المستراء حاجة تانية انت بتعمله مشترك يعني انت وقوات جنبك ولادنا ما تسوارشها دي لما كنا بنعمل إبرارش تصار زمان تلاقي زباطك وعسكك بيجر وينحطوا الأرض عشان يتفوقوا على مين على باقي الزباط الأمريكان اللي احنا بنعمل معه فهنا بتلاقي قادي الرماية اللي بتطلع رماية الصفح فبتلاقي الولاد اللي طبعا فيه تخيم وفيه الجانب الفرنساوي بيقيمك والجانب المصري بيقيم الجانب الفرنساوي فبتلاقي طبعا أولى منافسة جيدة جدا حاجة تانية انت بتتعرف على الطرق الجديدة طاعت الناس دي ما الناس دي مش جاي بتلعب معك أي كلام لا دي جايبة معدات جديدة وأساليب جديدة في القتال وعايزة تجربها في التديب بتاعك لانه عارف ان مصر من الدول القوية المتميزة في البحرية فعشان كده احنا بعتبر ده أرقى أنواع التدريب الحاجة بقى الجديدة في الموضوع ده ايه انت عملته فيه في البحر الأحمر قبل كده كنا بنعمله في البحر الأبد متوسط لكن المرة دي انت بتستغل فيه في البحر الأحمر وبتستغل مع قوات البحرية الفرنسية في المحيط الهندي لان البحرية برضو متقسمة الفرنسية في البحر الأبد لها قوة المحيط الهندي دي جايب تستغل معاك شوفوا الإبرال اللي بنزل ما كانش عندنا يا جماعة قبل كده الكلام ده لازم نفهم أن احنا من قدراتنا القتالية بعد ما اشترينا المسترال بقيت حاجة كبيرة ما كناش بنعمله قبل كده وعشان كده النهاردة احنا سعادة جدا أرقى تدريب مستوى القوات المصرية مع أرقى القطع البحرية والقوات البحرية في العالم اللي هي القوات الفرنسية وبعدين في البحر الأحمر يعني دي لسألة لأي حد ما تقرب في ناحيتنا ما تقرب في ناحية استثماراتنا في قناة السويس لا ده قواتنا قادر أنها تحمي خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر لتأمين أهم مرفق عندنا وهي قناة السويس بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير فرج على هذه الرؤية وهذا التحليل والتوضيح الاستراتيجي البهم شيء رائع الحقيقة أن أنت تشعر أن لديك جيش بهذه الصحوة وهذا الانتباه وهذه اليقظة وهذه القوة وهذا الاستعداد وهذه القدرة كمان على الردع الأهم الأهم وانا مش هطول في الكلام ده الأهم من امتلاكك للسلاح هو ردع الآخرين يعني مش مهم أن أبقى معي السلاح عشان أستخدمه مش بالضرور أستخدمه لكن وجود السلاح في إيدي وأن السلاح ده حديث ومتطور وقوي وأنا قادر على استخدامه وماهر في استخدامه حتى لو ما استخدمتوش ده فحد ذاته رسالة تخيف الآخرين وترهبون به عدو الله وعدوكم وتعملوا حالة ردع عشان كده اللي بيحصل دلوقتي في العمليات المصرية الفرنسية المشتركة في هذه المياه معناها زي ما قال دولوسا من الفرق محدش يفكر يقرب ومحدش يفكر يهزر لا مع الجيش المصري ولا تحديدا مع البحارية المصري أنا عايز أقولكم إن إذا كان الجيش المصري في التصنيف هو العاشر على مستوى العالم البحارية المصرية تصنيفها السادس على مستوى العالم بسم الله اللهم أكبر يعني بسم الله أكبر بسم الله أكبر فمع الجيش المصري ممنوع الهزار ممنوع الهزار أو الاقتراب والتصوير زي اللي يوفر تجدر بتتحط جنب الاراضي العسكرية اخيرا وزارة الدخلية النهاردة اعلنت بدء تلقي طلبات الراغبين في اداء حج القرعة ابتداء من بكرة يوم الاحد 25 فبراير 2018 وحتى يوم 8 مارس كل الراغبين في اداء المناسك اداء الشعائر يتقدموا في حج القرعة طبعا يتقدموا من بكرة ان شاء الله وربنا يتقبل ويكتباه لهم وانا طبعا املي انا عارف ان الايد بصيرة او العين بصيرة والايد قصيرة وان في مشاكل في حج العمر غليين وان في كذا وكذا حج القرعة اعتقد بيبقى شوية شوية في متواناة والناس وعارف ان كل مسلم في كل بقع الارض يهفو فؤاده لزيارة الاراضي المقدسة وبيت الله الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم واداء الفريضة ربنا ما يحرم حد منها وكل واحد تطوق اليه قلوبه يعني ربنا يتقبل ان شاء الله وبنسبة الحج بعد الفاصل معانا امير العمرة اشرف شيحة وفي الاطار التوعوي ذاته اطلقت وزارة الداخلية مبادرة ارس ملون عبارة عن كتاب تطقيفي للاطفال يهدف الى توعيات الطفل بمفهوم وثقافة العمل الامني منذ الصغر من خلال معلومات مبسطة عن دور رجل الشرطة في مجال المرور والحماية المدنية وغيرها من مجالات العمل الامني وقامت فرق عمل من مختلف المدريات الامن بالزيارة المدارس وتوزيع الكتب على الاطفال وهي ذات محتوى جاذب للطفل تساعده على الاستعاب السريع للمفاهيم الامنية بخاص القواعد والارشادات المرورية الصحيحة في اطار تشكيل اجيال واعية بقواعد واداب المرور وتقدر العمل الامني الذي يهدف الى حماية الارواح والممتلكات وتحقيق الانضباط المدينة المرورية للاطفال تعود مرة ثانية لمستشفى سرطان الاطفال في اطار زيارة نظمتها لادارة العمل المرور للمستشفى لتقديم الدعم المعنوي للمرضى من الاطفال ما يسهم في استكمال المسيرة الناجحة للعلاج وصولا لشفاء خلالها تم تقديم بعض الهدايا العينية التذكارية للاطفال وتعد المدينة المرورية فكرة تبنتها الادارة العامة للمرور لتعليم الاطفال قواعد واداب المرور من خلال مجسمات المصغرة تحاكي الواقع من طرق وسيارات وارشادات مرورية ما يسهم في غرس القيم المرورية الصحيحة في الاطفال منذ الصغر احنا كوزارة داخلية من خلال الادارة العامة للمرور بنساهم في ادخال السعادة والسرور على الاطفال وعلى اصارهم بان احنا بنشاركهم النهاردة الزيارة اللي احنا موجودين فيها اصرة الادارة العامة للمرور وايضا بنستحب معنا المدينة المرورية المتنقلة للاطفال نجينا ندوم جرعة صفافية مرورية للتوعية المرورية زيادة فاتشافت انهم الاطفال اللي بيدونا احنا جرعة من العزم والاسرار وعلى الكفاح والتواجد في الحياة الفكرة بتاعت المدينة المرورية المتنقلة دية تخيلوا كده لو استددت تنتشر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية هنبدأ يبقى عندنا جير عارف كل قواعد المرور هيبدأ يبقى عندنا مستخدم محافظات مستخدم محافظات آمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة